وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة عليا لإحياء مسار آل البيت وربط المناطق الوقاعة به وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها من الزحف العشوي جاء ذلك خلال اقتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها عضو اللجنة وأكد الاجتماع اهتمام الوزارة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز دوره في مؤسسة التعليم العالي والارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم ودعم مسيرة التحديث وتطوير الرقمي في الجماعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030